بعض الاباء والامهات بيجوا يشتكوا للطبيب يقولولو ابني بيطنش كتير يا دكتور محمد الطنش ده هو فعلا بيطنش ولا ممكن يكون الولد مش سمعنا فعلا السلام عليكم ورحمة الله أنا الدكتور محمد قد أستاذ الأنف الأزم والحنجر صحيح في اباء امهات ممكن يبقوا حاسين ان الطفل بيطنشهم في البيت لا يستجيب لهم ينادوا عليه ما يردش وفي نفس الوقت معتقدين ان هو بيطنش في حين ان قد يكون الطفل دوت فعلا مش سمحهم او مش واخد باله منه وفي منهم ناس ممكن يجي يقول لي لو سمحت يا دكتور أنا حاسس ان الواد مش منتبه ايه الحل الحقيقة في الحلقة ديت اما عايز اقول لحضرتك هل فعلا الاطفال بيطنش ولا لأ او زي نفرق ما بينهم وايه اسباب ضعف السمع عند الاطفال اذا كانت موجودة الحقيقة فعلا ممكن الطفل يكون سمعك كويس وبيطنش عشان هو مشغول بحاجة اخرى تانية بيلعب بيتفرج على تلفزيون وهلوم مجرع لكن قد يكون الطفل كمان مش منتبه ودي حاجة تبقى مشكلة دهنية او نفسية ودي الحقيقة ما هواش غرض حلقتنا بتاعت النهاردة لك ممكن يكون الطفل فعلا ما بيسمعش والطفل اللي ما بيسمعش ده من سن الرضيع الى سن الخمس سبع عشر سنين حتى وبالتالي احنا لو احنا حسينا انه في مشكلة لابد ان احنا نذهب للطبيب علشان نؤكد او ننفي او نتعلم او نعرف المعلومة دي طب تعالوا نتكلم على الطفل الرضيع الطفل الرضيع احنا نعرف بيسمع ولا لا ازاي احيانا بنصدر له صوت زي خبطة زي شخللة ونشوف الاتجاه بتاعه ان الطفل دوت بينتبه او لا فيه احيانا ان الطفل بيبقى غير منتبه فعلا بس يتعدي على الاب والام ما ياخدوش بالهم انه هو غير منتبه للقصة دي طب تعالوا نشوف الطفل الاكبر شوية احنا بننادي عليه مش بيرض علينا يبقى دي احد الحاجات لكن في حاجة مهمة جدا جدا كمان تأخر الكلام عادة ان الطفل على سن ستة شفر سنة بيقول بابا ماما اكتر من كده شوية سنة سنتين بيقول ابو كورا نشرب لكن لو عدينا سن سنتين والطفل ما ظهرش او ما ابداش هذه الكلمات سواء حروف او كلمات لا ده هنا بيه تأخر والتأخر دوت محتاجين ان احنا نذهب للطبيب ونعرف هل التأخر دوت تأخر طبيعي زي ما الاطفال بيتأخروا في المشي وفي التسنين ولا الطفل ده فعلا عنده اعاقة سمعية اللي هي تؤثر على الكلام لان الطفل اذا ما سمعش كلمة كورا باذنه يبقى مش هيقدر يقولها طب احنا عشان نعرف القصة دية من عدمها نعمل ايه؟ رحنا زرنا الطبيب الطبيب بيقوم بالفحص لو لقى مشكلة ظهرة في الاذن الخارجية بيقدر يكلم مع حضرتك اما لو ما ظهرتش مشكلة فبنطلب من المريض انه يعمل ما يسمى باختبار السمع او فحص السمع فحص السمع في الطفل اللي هو عنده ست سنين فيما فوق بنلبسه سمع ونيجي نسأله شوية اسئلة انت سامع الصدة او مش سامع الصدة بطريقة معينة حيستجيب ويرد علي فقدر احد طب الطفل الرضيع الصغير او اللي عنده سنة سنتين لا احنا ما نعرفش نعمل وانعرفش نسأله فيرد علينا علشان كده بنعمل ما يسمى باختبار السمع الالكتروني طب ايه اختبار السمع الالكتروني ده؟ احنا الحقيقة بنجيل بالطفل نديله ده وبسيط كده ينيمه في حدود عشر دقائق ربع ساعة بنوصل بعض الاسلاك على وشه زي ما انت شايفه الصورة وبعدين نديله صوت ونسجل الاستجابة على هيئة اشارة عصبية على ورقة معينة بجهاز معين يقول لي ايه الاختبار ده؟ يقول لي اذا كان في ضعف فعلا في العصب السمعي او لأ يقول لي مثلا اذا كانت فيه على انهي ناحية اليمين او الشمال وبالتالي اختبار السمع الالكتروني او اختبار السمع العادي هو ده اللي بيقدر يقول لي اذا كان في ضعف في العصب السمعي او ضعف عمتا في السمعي ولا لا اللي ينعكس على الكلام يبقى نرجع تاني بقى الطفل اذا لم يكون منتبه ضروري ان احنا نعمل اختبار السمع اذا الطفل متأخر في الكلام يبقى ضروري ان احنا نعمل اختبار السمع عشان نقدر نحدد اذا كان في ضعف في السمع او مفيش طب تعالوا عايزين نعرف ايه اشهر الاسباب بتاع ضعف السمع في الاطفال من اشهر اسباب ضعف السمع في الاطفال عمتا عمتا هو ما يسمى ارتشاح خلص الطبلة واحنا ذكرناه في فيديو سابق لكن باختصار تكون بعض المخاط في تجويف الاذن الوسطى ناتج عن ضيق او انسداد في قناة استاكيوس اللي بتصل ما بين الاذن ومؤخرة الانف ضيعتبر من اشهر الاسباب على الاطلاق وده لابد ان احنا نعرفه جزء منه بالفحص جزء منه باختبار السمع زي ما قلنا وجزء منه هو ده الاهم الاهم هو اختبار اسمه ضغط اذن اللي بيقيس حركة الطبلة اللي بيقيس كمية المخاط او الافرازات اللي موجودة في الاذن ودي قصة احنا اتكلمنا عنها في ازاي نشخصها وازاي نعالجها في فيديو سابق اما السبب المشهور تاني وده موجود في الاطفال الرضع قالوا هو ضعف السمع الحسي العصبي اللي هو ناتج عن ضعف العصب السمعي شخصيا وده الحقيقة موجود وبينطب بالاساس بالاساس من زواج الاخار ولاد العم ولاد الخالة او الزواج اللي في العائلات والحمد لله الحكومة المصرية من فترة بدأت تعمل حاجة اسمها مسح باستخدام جهاز صغير مسح ده يعني اول الطفل ما بتولد في الرعاية الصحية او في الوحدة الصحية بتعامل المسح ده اللي هو نقدر نحدد بالتقريب كده مين عنده المشكلة ومين ما عندهش بهيز ان احنا نقدر نبعته يعمل اختبار السمع الالكتروني بدري بدري علشان نقدر نعرف المرض بدري بدري ليه يا قصة دي مهمة جدا لان الطفل دوت اذا ما سمعشه في بداية عمره هيبقى صعب عليه يلقط الكلام ويتحول الطفل دوت الى طفل لا بيسمع ولا بيتكلم اللي هي اسمها قصم وابكم الاطفال دولة بقى اللي عندهم ضعف سمع الحسي عصبي اللي احنا عرفناه زي ما قلنا عن طريق المسح واختبار السمع الالكتروني نتعامل معهم ازاي على طول على طول لازم نركب لهم سماعة وبالمناسبة لازم نركب سماعتين على النحيتين طالما المشكلة على النحيتين نركب السماعة ونشوف هل الطفل بيسمع بالسماعة ولا لا اذا سمع بالسماعة دي هتبقى حاجة كويسة جدا وحتستمر معانا اذا ما سمعش بالسماعة ده ساعتها لازم نلحق ونعمل له حاجة تسمى زراعة القوقعة وبالمناسبة زراعة القوقعة هو عبارة عن جهاز خارجي زي السماعة بالضبط كمان معاها جهاز داخلي جوة العظمة عشان يوصل الصوت الى العصب فنقدر نسمع يبقى 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 نمر بالسماعة يبقى اما بنعمل زراعة قوقعة واذا قدرنا نعمل الكلام ده في السن الصغير سنة اتنين لغاية خمس سنين او ست سنين بيتحول الطفل الى شخص طبيعي جدا سمعه جيد جدا جدا وبالتالي كلامه جيد جدا جدا الحقيقة احنا بنقابل مشكلة اخرى تانية وهي مشكلة نفسية عميقة بالذات تجاه الاب والام وكمان تجاه الطفل لما يكبر ويخش الحضانة المدرسة او الجامعة الا وهي فكرة تقبل وجود سماعة في القدر المجتمع بتاعنا الحقيقة مازال لغاية دلوقتي يتقبل فكرة النظارة ولا يتقبل فكرة السماعة بالاضافة لقصة التنمر اللي بيعاني منها الطفل بعد كده وهو موجود في المدرسة بتاعته او في الحضانة بتاعته حد لكن المشكلة الاعمق بقى هو تخيل الاهل الاب والام هل ممكن يجي فترة مرحلة يستغنى عن السماعة او نشيل جهاز القوقعة اللي هو السماعة الخارجية دي ولا لا الحقيقة لا معلش انا اسف ان انا بقولك كده بس هو مش هيجي عليه مرحلة يتخلص من السماعة او من جهاز القوقعة لان الغاية اللحظة اللي احنا فيها دي النهاردة لم يتوصل الطب الى حل لضعف العصب السمع ما عندناش لسه حل فهو الحل الوحيد اللي احنا نملكه هو جهاز السماعة اللي ياخد الصوت يكبره او جهاز القوقعة وبالتالي لازم نتقبل الفكرة ولازم نبقى عارفينها انها هتستمر مع الشخص طول عمره لكن في نفس الوقت في نفس الوقت هتخليه بني ادم طبيعي تماما يسمع تماما ويتكلم تماما علشان كده هم عملوا للاطفال دولة السماعات الخلف الاذن لكن لما يكبر فيه سماعات صغيرة بتتحط داخل الاذن زي ما انت شايفه الصورة دي علشان تقلل قصة الاحراج اللي ممكن يتكون عند الشخص نتيجة وجود السماعة دي يبقى رسالة لان انا عايز اقول لحضرتك النهاردة من الفيديو ده لو حضرتك لاحزت كاب وام جد جده اي حد مصاحب للطفل او حتى المدرس في المدرسة ان الطفل مش مستجيب لي بسهولة بيطنش شوية زي ما احنا بنقولها بالبلد كده مش مركز معايا يبقى المطلوب ان انا ازور الاول الطبيب بتاع الانف والقضو ده مش بس دي ده كمان الطفل اللي متأخر في الكلام او اللي عنده لخبطة في الكلام او في مخارج الحروف مع زرق واحنا مش بنزور طبيب التخاطب الاول احنا بنرجع لطبيب الانف الأذن الاول اللي بدوره لازم يقوم بالكشف وتحديد احتياجه لاختبار السمع وضغط الأذن دايما حكينا علشان نؤكد او نثبت اذا كان موجود عنده ضعف للسمع ولا لا لان لو فيه لازم نلحق نعالجه بدري 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 واتفقنا ان ضعف السمع الحسي العصبي اللي هو مسؤول عنه العصب السمعي لا يوجد له حل الا السماعة ولابد ان احنا نتقبل الفكرة بتاعة السماعة واللي ما بيسمعش بالسماعة تماما بنستعمله عملية زراعة القوقع اللي هتخلي الطفل دوت طبيعي تماما بيسمع كويس جدا جدا وكمان هيتكلم كويس جدا ونتقبل فكرة ان السماعة لن يتم الاستغناء عنها بمرور الزمن الا لو ربنا كتب لنا حاجة جديدة في الطب تقدر تخلينا نعمل القصة بي شكرا لاستمعكم نهار